مثل كل سنة بأيها شهر رمضان المبارك شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالخير والصحة وكل عمونتو بخير لازم نعمل وصفة المعمول وصفتنا للمعمول هالسنة هتكون بالسميد هنستخدم نوعين من السميد السميد اللي بكون حبته مش خشنة حبه متوسطة وسميد الناعم او طحين الفرقة هنستخدم 750 جرام و750 جرام من كل نوع وكل المكونت هتكون موجودة بأسفل الفيديو بصندوق الوصف والمعروف عن المعمول انه كل كيلو من المعمول بده نص كيلو من السمنة او الزبدة انا بحضل استخدم السمنة خاصة لزكاية نوعيتها ميحة حتيت نوعين السميد بجاتي كبير وهضيف عليهم الحليب والسكر والمحلب وهأخلط كل المكونات هايدي مع بعض اللي يدخلوا مع بعض وبرجع بدي بقية المكونات هلا لطريقة المعمول اكيد في طرق كتير وكل انسان بسوي على طريقته وكل سنة بنعمل طريقة مختلفة وكلهم بيكونون اشكين عندي ربع ملعة صغيرة من الخميرة دوبتها بشوية ماي يعني تقريبا ربع حنجان وهلطيدها كمان على المكونات هلا في ناس ما بتضيفي بتضيف الخميرة والخاء والحليب والسكر من بعد 24 ساعة بس اذا ضفناهم كمان بهيدي الطريقة وبهيدي الوقات نحنا وعم نحط السمنة مع السميد كمان ما بيصير عليهم اي شيء فايزان عم بستخدم انا هون كيلو ونصر من السميد حتي تقريبا 750 جرام من السمنة الحيوانية ما بحب استخدم الزبدة لان الزبدة على المدى الطويل او اذا كانت عنا كمية المعمول كتيرة هتعطينا شوية اصحاوي هلا احنا بدنا نفرق كتير منيح السميد مع الزبدة حتى يتاخد حبات السميد كل الزبدة وما منعجون منفرقهم بهيدي الطريقة ومنغطيهم ونترقهم تقريبا ليلة كاملة او 24 ساعة خليتهم تقريبا ليلة كاملة وتاني يوم الدهر اكشفتهم وعمشوف هلا كي شو صار عنا بالسميد متل منكن شايفين بدي اتاكد انه السميد من تحت لفوق بدي ارجع اخلته او خلته مع بعض حتى اتاكد انه السمنة وصلت لكل حب هلا بدي اعجون اخر شيء المكونين اللي بدنا نضيفهم هو الماء الزهر والماء الورد هنضيف تقريبا نص كوب من الماء الزهر والماء الورد ومنضيفهم شوي شوي بنشوف العجيني قدي بدي حتى ما يسافي عنا عجيني طرية فاذا منضيفهم ومنعجون ونضلنا عم نعجون تقريبا عشر داي لربع ساعة لنوصل على عجيني طرية او عجيني ملسي هاتركها ترتاح تقريبا ساعة هاحضر الحشوات بهيدا الوقت عندي اه نس كيلو من التمر المطحون اه اكيد فيكن تجيبوه جاهز او فيكن انتو تشيلو النوا وتسخنو شوي وترجعو تزديو مراتين سمنة انا بسخدم البقرة الحلوب وبرجعو بضيفلو كمان شوي تقريبا او فيكن تجيبو كل المكونات او النكادي انتو بتحبوها بعجينة التي لعندي بهيدا الشكل وبرجعو بكورو دائرات صغيرة وبحطونا على جنبها بالنسبة لقرات التامع لازم تكون الكرة كبيرة او حجمها مناسب لقرة السميد يعني لازم تكون اصغر بشوي من حبة من قرة السميد اللي بدينا نحشي فيها يعني لازم تكون اه الطامة ظاهرة وما تكون الحشوة قليلة فيكن تعملون على الميزان او تعملون نظرية متل ما انا ساقيت بالنسبة للحشوة التانية هي الفصو الحلبة كمان تحنطة اه حجم كبير يعني ماء كتير نعمة لازم تكون حجم متوسط تقريبا واضيف عليها السكر وماء الورد او ماء الزهر ونضيف عليها الاتور كمان عم ضيف المكونات شوي شوي وبخلط لاحصل على عجينة متماسكة او عجينة اه دبقة يعني لما انا اقعد قورة اه تعطيني تقريبا اه طابة او قرة اقدر حتى بقلب السميد فاذا هون عم حرك والايت اقلنا بعدها بحاجة وخاصة الاتور اه لازم يكون نوعيته كتير منيحة حتى ما تحجر معنا الحشوة لبعدين وايضا ضفت سكر وهدرجع اضيف كمان اطور لحصل على حشوة متماسكة فاذا هوني عم بختبرها وهيك صورت عنا الحشوة اه كمان اه جاهزة الحشوة الثالثة نفس الشي اللي هي الجوز كمان طحنته اه فرن متوسط وضفت عليه كمان فيكن ضيفوا عليه كاجو او لوز كمان مطحون حتى نخفف شوي من حدية الجوز ضفت عليه كمان السكر والاتور والمورد اكيد كمان فيكن اضيفوهم مطيبات مثل القرفة ازا بتحبوه وبخلوطهم كمان حتى احصل على عجينة متماسكة حتى اقدر احشي فيها حبات السميد او المعمول هوني كمان العجينة بعد مرور ساعة او ساعتين بعد ما ريحناها شوفوا كيف صار مرمسة ناعم وما بيتشقق وصار تجاهزة للتشكيل ازا الايتوة كتير رخوة يعني بيكون في عنا شي غلط وازا الايتوة كتير اصلي كمان هيكون في عنا شي غلط ولازم تكون العجينة بهيدا اه بهيدا القوام اه وازا لأيتوة اه اطرة من هيدا القوام ممكن نديدو عليها شوية تطحين او سميد الفرخة الناعم وترجعتو عجنوة اه حتى تصير عندكن ياها الطريب اهيدا الشكل هلأ حتيت اه متل ما نكون شايفين اخدت شوية عجينة وحتيت بقلبها كرات الفستو وقبل ما بدي اعملها بالقالب هغمسها او اه حتى ليا شوية تحين فرخة وحتى بالقالب نوعية القالب هي اللي بتعطينا الشكل الحلو للمعمول فاذا كان عندكن اوالب اه نوعيتها منيحة هيعطيكم شكل امرتب وحلو والطبعة هتكون ظاهرة هلا اكتير الاوالب يلي عندي انا ما كتير اه جيدين بالطبعة بس كمان ما بيشكوا من شي المهم احنا ناخد اه الطعمة خاصة انه اه الجوز والفستو هيتغطوا يرجعوا بالسكر البودرة فما هيتبين كتير عنا الطبعة هلا اه فايزا كالحبة منغطسها باسميد ومنشي الاسميد او منخلي ما بيأثر عنا ابدا ومنحطهم ومنصفهم بالصواني لازم يكون في عنا مسافة قليلة بين بعض هلا للحشوة التانية بدنا نعمل التمر فمتل ما قلت لكم لازم تكون عجينة السميد مناسبة لحبة التمر واذا كان في عنا اي اضافات في بنقدر منشيلها اه ما لازم تكون السميدة كتير سميكة اه الافضل انها تكون رقيقة وهيك صارت عنا جاهزة بنغطى بالسميد الفرخة بنرجع اه من طرقه وبصير عنا حبة التمر المعروف انه المعمول اللي بنخبز على الرفة اه على الرفة التحتانة اذا في عندكم الفرن من فوقه من تحت عشر دقائق اما اذا الفرن ما بيولع الا من تحت فمنولى من تحت عشر دقائق بنرجع منولى من فوق عشر دقائق الى ياخدوا اللون الذهبي ومنتبه كتير منيح حتى ما يحترق الكعب او ياخد الحمار زيادة الوجه. هلأ اه اذا بتلاحظوا لما يظهر المعمول من الفرن هيكون في عنا شوية تشأوات ما تخافوا من هذه الشغلة ابدا تركون ربع الساعة وهتروع عندكم كل التشأوات وهيرتاحوا بس اهم نقطة انكم بترشوا لوين السكر هني وصخنين واقوع تحركون لان هيفرتوا معكم. فازان ابدا ما منحرقون لتقريبا نص ساعة وبنرجع مننقلون لان اذا حرقتون هيكونوا ترايا وهيفرتوا معكم ضغري. فلازم المعمول بده وقت منخليه على الجنم بعدين مننقله ومنحرقه حتى يضل شكله محافظ عليه. شوفوا هيدي الحبات عندي اه فرطيته شوي لانه هون كنت عم منقل من سنية لسنية بس بدي حبات انه فرجو يكون قد هو طرقه وريحته حلوة وشكله عم يفت فت. بالنسبة لحرارة الخباز لازم تكون على حرارة ميتان بفرنة حامة وبننتبه وندل حدون كتير منيح متل ما قلت لكم اه اذا الفرن من فوق ومنتحد بيتولع بتولعوا عشرة دقايه وازا منتحد برجع منولعوا من فوق. وهي عندي كل الكمية اذا بتحبوا تغلفوه متل ما انا غلفتهم هيك بكياس. متل ما بنشتيوه من المحلات او بتحطوهن بتوبرويرات. ما تحطوهن بعلق كرتون ابدا مشان ما تشرب الكرتونة السمنة. ها هي الوراق اللي استخدمتها. وراق خاصة للمعمول. وان شاء الله بنعاد عليكم كل سنة بالصحة والسلامة. وهي وصفتنا لهالسنة. ان شاء الله تكون عجبتكن جربوها. وساحتان والف عافية. يا رب.